في فريبلاي في اخر جزء من حسرتنا اليوم تعرض رأينا الاتصال بمحمد بن حسين الحكام السابق كانوا عادنا مشي الدخل معنا اليوم في الحصة لكن ان شاء الله المانع الخير نحاولوه في مناسبة قادمة نمشي لملعب القيروين نهاية مقابلة السي اس اس والجي اس ك نتبع معماما زميلنا عم جيد جبيلة تصريحات ما بعد المقابلة مجدا اهلا بك مرحبا بك سيما القبل اللي بنعطيك الاربعة الهداف بعد حال نحب نستخل الفرص توجود اللي نتقرصني متاعا للشباب الدكتور عبد الرحمان نافذج نحب نحكي معه بخصوص الاشكال اللي حصلنا مع الجامعة دكتور بخصوص طول الاربعة ملعبية المنتدين ومنتدين الجد نفلوه شنية الحكاية بالضبطة الحكاية بالضبط هو انه اهلنا اربع جوارات وعملنا قمنا بالاجرايات الكل للليسانس حضرت الجزائز حضرت فوجئنا في اخر وعدا في اخر مرحلة بانا الجامعة قالت فاما ديون متخلدة باسم الجامعية قيمة اه ثلاثمائة تلف دينار ينزمنا نخلصوه دونك اه وقفنا في الاشكال هدايا حاولنا باش نلمه اليوم المستطاع من الجماهير الشبيبة صارت هبة لكن ما ما خلطناش باش نلمه المبرغ كامل ودونك اذك علش اليوم ما 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 حقناش باش نأهل الاخسارة اليوم نحنا نعرف اللي فهمة من الاطار الفني والاطار اليداري ونسكن نعرف اللي فهمة نقص على سعيد الجوارات ونعرف اللي صغيرين باش نلعبوا بالاسبوار راو فمتني دونك اه نحنا كنا نعتقدوا اللي اليوم باش تكون البداية بتأهيل الجوارات اللي انتدابناهم لكن لكن الله غالب الجامعة كان لها رأي اخر ووقفنا هنا ان شاء الله اللي ملتوس باش نهارب في تطاوين اه نكونوا حاضرين ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حاضرين وفي دماتش تطاوين والله غالب اليوم ما حبين تكون الانتحاقة اليوم ما ضد نادي رادي السفاقسي ما اذيك الظهور وذيك الجامعة دونك معناها قالت مش كان على القروين فما عدد فرقة اللي ما ما خلصتش ديون متاحها دونك نحنا فما تلاذا في رقم الناد لفريقيا وانتسفاقسي دولي خلصوا دونك نحنا ملا غالب ما عناش اه الامكانيات باش خلصنا اليوم اه دونك اه الله غالب رجلت على كل اه دكتور دعادي وشانات تراسل باستمال الشابيبة اربع بلاش هي نتيجة نهائية اللي فاتل اه نتسفاق دي على الحساب بالشابيبة الشوط الاول كان اه وفاء لوحد بلاش بانضاء احمد عمر ثلاثة هداف المطباقين في الشوط الثاني ايمن الحارزي ضربا ضربت جزاء ثم ايده ومحمد سولاء يكمل هدف الرابع لفايت النادر هذه الاتفاقسي اربع بلاش حقيقة كل المنعبية ببعض حال اه تأسف كبير خاصة من نعبية الشابيبة خارجين من حجرة الملابس اه فربما نعذرهم بالوضعية هذه على كل اه اربع بلاش لفايت النادر هذه الاتفاقسي اه ما حوار بين بعض بين جماهير الشابيبة ورأيسنا التفاقسي اه منطفة بخصوص اه كنا اللي حكينا عليه اللاعب اه اسمان كاميرا اللي لعب اليوم بعض التقريب ان اربع ساعة قد يكون في الشابيبة في اله في اله في اله في اله في الجواليسة القادمة مع مرة براوي اللاعب الشابيبة امر معنا في اله في المباشر اليوم مربع بلاش مرة اخرى اه معتها هزيمة وبالنتيجة ايدي من نتيجة نتيجة عاربة كيفاش تفسر والله يظهر اللي اغلطنا اغلط متاع في الونتان متاع دوزين ميتان خلصناها اه بالوقت اكاوه تو نخمو في الماتش اه في الماتش اه في الماتشوات الجايين اكاوه معنا حتى شوها كان نصلح ونخمر ارواحنا ونخذر القدام في مبني محناش نسلموا ودخلنا اليوم مش نركب ربما غير اه غلطنا اغلط وكنا محناش حاضرين في ديمو مو وقبلنا عليهم اهداف بالوقت كاوه تو خمو في الجاي وكاوه معنا حتى شو اخر ترى ليك حظ صعيد ليك وللشابيبة السام اذا ملعب حمد العواني بالقاروان ماجدلو كانت شوفنا شكون من السي اس اس داف تكنيك ولا ملعبية معاش نعم اوه ببعض اللحظات ابقى معايا اي ميسيدش نستغل الفرصة احكينا شوية عشوط ثاني كنا تبعنا معاك الشوط الاول احكينا شوية عشوط ثاني هم ما صار فيه شوط ثاني ومالحقيقة معتها دمينة عشان تطال بالنسبة للنادي الرادي الاتفاق فيه اللي يتحكم في المباراة كما ينبغيه بعض التغييرات ايطار الفني انيس مجلبين اعطاه للفرصة لعديد الشبين اقحم عديد اللاعبين في التشكيلة الاساسية كما اسامة العمري اه كذلك ادخل محدة لمنصر اه عزيز السايحي اه بطبع في الحال وكذلك عثمان اه كاميرا اقحمهم المدرب اه انيس مجلبين ففريق النادي الاتفاق ملقاش حتى صعوبة خاصة في الشوط الثاني خاصة امام التراجع على الشبيب والاخطاء البيدائية اللي اه اعملها فريق الشبيبة اتغلها فريق النادي الاتفاق بالخبرة متاعه بطبعة الحال واخبرة اللاعبية متاعه فعمق الفريق اه كمل سجل اهداف بالتمام والكمال يعني اربعة بلاشية نتيجة نهائية في نهاية المباراة اه تعتيني بعض اللحظات اه زي نخلي ربما يخرج اه ملاعبية او حتى الاطار الفني مزلوك في حجرة الملابس مزلوك الحوار متواصل في الباه و بتاع الملاب اه بين رئيس الاتفاق وكذلك بعض احباء الشبيبة بخصوص اله اه معانتها اه تفريد في بعض في لاعبه وزوج ملاعبية من فريق الاتفاق في فايت الشبيبة يعني شوف الوضعية في نوصل تلها الامور اه بعض ملاعبية قاعدين لحباء يتفاوذهم علي مع فريق مع رئيس النادي غازي الاتفاق في اسلح لحباء يتفاوذهم علي هكا قاعدين يتفاوذوا فيهم اسمعتم حتى يقولونه معتها اه معتها على اساس باش يفرد في اه ملاعب يزوز ملاعبية يعني قاعدين يتفاوذوا فيها على اساس باش يساعد فريق الشبيبة لي تدعيم رسيد البشري لل اي مساش مجدش نشوفه حتى ما نصف اخميخة لو كان يحكينا عن النقطة هذي نباين ان انا رجع على الهاتف انا قاعد من اللوجة لما حال انتي احكي معاك اللوجة على ابلي عميخة اي فهموا الهي مساش وان حد نتاش نقربولوح المنصف اخميخة وانسالوح حتى على الحديث اللي دور بينه وبين البعض الجماهير انا شبيبه ريذي اللي قايره وانه مش مشكلة طا نسالوه مشن هو الفح والحديث اه متاعك على كل طبقه معايا ملاحظة 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 جمالة شو الحديث اللي دورك شين 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 اه 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 ان شاء الله ان اه ان شاء الله ان معتا ممكن ان كان تم معتا بجنس البوه مش يقول الاولوية اللي قصوى اللي اه اه خبش غيابات عنا العديد من اه معتا الحارش اللي هو المضروب الحارش الثاني مضروب اليوم التجانة اللي جعلوه لو كان موجود عنا اه العديد من الغيابات الحمد لله معتا بجلبان سابت فيه شو ما سابت فيه بجانو عليها اسمعت حاجة انا او عليها نحياتو انت بمكانو عش معتا في باني اي مكانو دراوينو بانتيجة العريضة اليوم بالمغير انتيجة انتيجة معتا ممرا اه وقتا انا نبدلو مجي نبدلو كان لزم نبدلو اما في باني في باقتو خليطو باقتو وممكن نحول ملعش انتيجة يعني كان هذا رئيس نيدسيق في منصف اخماخم الزام يتحدث وقالك رسميا سمان كاميرا قد يكون في الشبيبة في قدم الجواري يعطيك صحة يعطيك صحة عبد مزيد ولونه طريقة يتحدث بها المنصف خميخم خاصة على أنيس بوجلبين يعني شما ضغالي سؤالي قاعي وتداولوا المستقبل متاع الستاف تكنيك متاع السي اس اس طريقة متاع الإجابة متاعه فيها نوعا ما عم التهكم وإلا ما كيفاش تحب تسميها أنتي قولوا سي المنصفة ما يجيش ما يجيش هاكم علي سي المنصف خميخم كسؤال ظهلي في محلو الكلام كثرة على مستقبل أنيس بوجلبين طلحته وانتي على إيد لنك ميسا يشي جاوبنا ما غير ما يقول الخليطة فبلاسته وإلا الكلام اللي قاعد يقول فيه هاكوة لي عبد مجيد باي معاتش معنا عبد مجيد هاكها نا معاك معاك اسيم اي تفضل اه معاك اسيم على كل هو تعرف اسيم حتى في الجولات الأخيرة وفي الميت الخرين بالحقيقة باش نكون وضعين حديث برشة على أنيس هاي بالفابة طيب على اذاك علاش انا خيرت باش ننسى لرئيس النادي سوقي وكشفت الإيابة متاعه كباش خليها الحكم للحباء حسنا لحباء النادير هذي الاس والمعلومة لا هي والمعلومة لا هي ليك لا هي ليل أكيد لحباء السياس اس أكيد أكيد اذاك علاش سلته أنا مش مفارغ خطر سلته للسؤال هذا باعتباره أنه آآ 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 آ� المقابلات. نهاية بعض المقابلات. وبداية مقابلة وكذلك. النتائج الى حد الان في توقيت. سبعة وعشرين دقيقة لعب. متعادلة مع دون اهداف. ليس مو متعادلة في خمسة دقيقة لعب مع المتلوي دون اهداف. مع اقصاء في نجم المتلوي. لتوال متقدمة في ثلاثة وسبعين دقيقة لعب على اتحاد بنجردين. واحد بلايش هدف ايوب عياد منذ تقيقة ثانية من المقابل. اولمبي الباجي في سبعين دقيقة لعب متقدم على كلوب واحد بلايش هدف جاك بيسون في دقيقة خمسة وعشرين. رجيش متعادل مع سليمان واحد واحد. محمد الى بن حمودة سجل سليمان وعدل ديارة للرجيش. ستاد تونيزيان من هزمة ضد اتحاد تطوين ثلاثة بواحد. اهداف التطوين سجلوهم دوبلي سيلا وهدف الاحمد الهمامي في حين بلاي ايت ملك سجل هدف في الملعب التونسي لجياس كارت هزمة ضد السياسي سربع بلايش اهدف ايمن احمد عمار ايمن الحرزي في دقيقة ستين من بنالتي كينكسلي ايدو ومحمد سولى هاك نكمل في البلاي اليوم شكرا من السياسي في الاخراج شكرا ايدم المد في الاخراج الرقمي ايضا محمد السعيدي كان حضر معنا استجارة مماهد الصحافة وعلوم الاخبار اجمل تحيات اسلام.